دوري صعب مفيش كلام والمباراة اللي جاي مع اسموحها لن تكون أقل صعوبة من المطشاط الخامسة اللي لعبها النادي الأهلي سيبك من المواجهات الكلاسيكية يعني طبيعي جداً مطش الأهلي والإسماعيلي أو مطش الأهلي والزمالك أو مطش الأهلي وبيرامد يكون طبيعي جداً المطشاط دي تكون مطشاط صعبة لكن حتى لما تيجي تقيس على مستوى المحل المبارع شفتوا المحل المبارع يعني دايماً بكرروا بقول لو المحلة هيلعب الموسم كله بنفس القوة والروح اللي لعب بيها قدام نادي الأهلي المحلة ممكن يكون بينافس المحلة ممكن يكون على أقل تأدير في الأربعة الكبار لكن ده هيكون شكل مطشط الأهلي موسم ده الدوري السندي صعب جدا وكل الفرقة بتيجوا قدام النادي الأهلي وتعبر عن كل إمكانياتها بأخصى طاقتها وده اللي ظهر الحقيقة من مباراة المحلة إمبارح اتكرر ده مع المقاولين واتكرر ده مع البنك الأهلي واعتقد أنه هيتكرر في كل مطشط الأهلي الموسم ده نذاكر ونراجع أخطاءنا لأن مبارح كان في بعض الأخطاء اللي أتمنى أنها متكررش مرة تانية واللي هددت فوز النادي الأهلي اللي هو طبعا فاول ميكسوني وتزديدت علي معلول لكن الحمد لله الحمد لله روح الفنانة الحمرة جاهزة وإن شاء الله بإذن الله الموسم بتاعنا ما فيش نقاش خليني أقول لحضراتكم أنه من النهاردة بدأ الاستعداد لمواجهة سموحة المباراة المنتظرة إن شاء الله يوم الخميس اللي جاي ما فيش رواحة مستر موسماني اشتغل على طول على التحضير للمباراة عمل النهاردة محاضرة سريعة مع لعبة الفريق قبل ما يبتدي المران عشان يشرح كل الأخطاء اللي حصلت في مباراة المحلة ويدي تعليمات مرتبطة بقى بالتحضير لمباراة سموحة إن شاء الله أطمن حضراتكم على اتنين ألف مليون سلامة حسام حسن طبعا كل جماهير النادي الأهلي قلبها معاك وكلها متعطفة جدا معاك يعني راجل حقيقة استنى الفرصة ولما جت ما شاركش يمكن أكتر من دقيقتين العنف يعني العنف اللي مش بس الحقيقة عانى منه وأنا بيتهالي لعنت مباراة كل أهلي كلها عانت من عنف شديد جدا على مدار المباراة والحكم أنا قاسب بين قصين فشل في توفير الحماية أنا مش هتكلم بقى على فاولات ما تحسبتش أو عنف كان يستحق إنزارات لكن إحساس اللعيبة بتاعت النادي الأهلي وهي لعيبة محترمة ومؤدبة ومرتبطة بتطبيق مبادئ النادي الأهلي لا بتعترض ولا بتشوح ولا بتجرم مع أي حكم مناظر بنشوفها في كل المطشاط الحقيقة والحكم ما بيتعاملوش معها بأي شكل من الأشكال لكن لعابة النادي الأهلي ما بتلجأش للأساليب دي ورغم كده برضو مرة تانية بقول إنه لعابة النادي الأهلي لم تتمتع بالحماية الكاملة مبارح من حكم المباراة ألف سلامة حسام حسن وألف سلامة كمان علي معلول والدكتور أحمد أبو عبلا النهاردة قال إنه علي معلول عمل أشعة رانيني على إصابته طبعا اللي تعرض لها أثناء المباراة مبارح والأشعة أثبتت إصابته بشد خفيف في العضلة الضمة وقال إنه علي إن شاء الله يعني يحتاج من أربع خمس لخمس سيام هيغيب خلالها عن المران الجماعي للفريق بعد كده إن شاء الله يكون جاهز للتدريبات الجماعية أما بالنسبة حسام حسن فالفحوصات أثبتت إصابته بكادمة في الجزء الخارجي من الرجبة وهيحتاج لتقريبا أسبوع عشان يخد برنامج تأهيلي وبعده يرجع للتدريبات في جميع الأحوال يعني من حصن حظنا إنه إحنا عندنا ماتش سموحة بس وبعد كده يبقى فيه توقف للمسابقة فأعتقد هتكون فترة كافية جدا للتنين إنه هم إن شاء الله يكونوا جاهزين مع يعني استعادتنا بقى المشوارة البطولة مرة تانية بعد مشاركة المنتخب في بطولة العرب ترجمة نانسي قنقر